بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم يا حبيب قلبي عاملين اي رب تكونوا بخير صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بيتبعني وحشتوني وحشتوني كومون مرة وحشتوني النهاردة عندنا الروتين مسائي زي العسل يعني دلوقتي قادر اقولك مساء الفل والياسمين ومساء الزبدة ومساء كل حاجة حلوة على عيونكم يلا بينا نبدأ على طول الروتين كده بتاع النهاردة ونشوف هنعمل ايه هنسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك ويلا بينا نبدأ ولو انت اول مرة تتفرجي علي ما تنسيش تحط اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا سبت الكل يلا بينا نبدأ كده على طول ونشوف هنعمل ايه بص بقى انا كنت قاعدة يا اختي ولا بيا ولا علي ولا حواليا ومش عارفة بيقولوها ازاي وقلتها صح ولا قلتها غلط المهم كده قالولي عايزين ناكل كيكا يلا بينا نعمل كيكا النهاردة هنعمل كيكا تعمها حلو جدا لكن مش هنسويها في الفرد هنسويها في الميكرويف طيب انا مش عندي ميكرويف هسويها فين هتسويها في الفرد تعالي نقولي المقادير كده بسرعة والكيكا بتاعت النهاردة طعمها بيكون حلو جدا جنب كوب بيض شاي بلبن او جنب اي حاجة مشروب انت بتحبيه في الفطار في العشا ساعة العصاري كده على حسب ما انت عايز اول حاجة حطيت معايا في البولا اتنين بيضا ممكن تحطيهم في الخلاط تمام كده يعني ممكن تسهيل على نفسك وتضربي كل المكونات دي في الخلاط نزلت عليهم بكسين من الفانيليا وبعد كده ضربتهم مع بعض كويس جدا وهبدأ انزل بكوباية من السكر بس هنا انا عايز السكر بتاحها يبقى عالي شوي فهحط كوباية وربع سكر لكن المظبوطة بتاحها هي كوباية حلوة قوي طبعا انا عملتها لحبيبة قلبي لان هي سألتني عليها وكانت عايزها بسرعة جدا فانا بصراحة متأخرتش عليكي معيني سبتلك اللينك لكن انت قلتلي عايز عامل كيكة للولاد وكل مرة بتبوز مني ان شاء الله لو جربت المرات دي مش هتبوز مني كواتتلع زي العسل من ايديكي باذن الله كده حطيت الكوباية وربع سكر وقلبت كده شوية وطبعا لو انت حطهم في الخلاط هتضربي ضربة وبعد كده حطيت كوباية الا ربع زيت ممكن تستبدليها بالثمنة وممكن كمان تحطي معلقتين ثمنة على نص كوباية زيت بعد كده قبل ما انزل بالزيت نزلت هنا بحوالي معلقة من الخل الخل هنا هيحسن طعم الكيكة وهيخليها حلوة معيكي نزلت بالكوباية لربع زيت وبدأت اللي انا اقلب كله مع بعضه وانا بقلب كده بحسن السكر معي بدأ اللي هو يدوب يعني ما تسيبيش كده المضرب بتاعك غير لما تحسن كده اللي كل مرة بتضربي فيها العجين بتاعك او الخليط بتاعك بتحسن كده كوام السكر مختلف عن الكوام اللي قابلي بعد كده نزلت بكوباية لبن لو انت عايزة تبعيد اللبن ممكن تحطي ميا بديل اللبن لو في ناس كتير بتبقى عندها حسية من القلبين ممكن تستبعديه وتحطي بداله ميا بس مش هينفع اي حاجة تانية علشان احنا هنعملها المرة دي بالشوكولاتة او بالكاكاو يعني حطيت كوباية السكر وكوباية اللبن وربع زيت وبدأت اللي انا اقلبهم كويس جدا وفي المرحلة ديت خلاص بقى خليط ناعم جدا معي وسيل مفوش اي حباية من السكر هفتح بقى معي كيس دي بتاعي وهنزل كده بمعدل كوبايتين من الدقيق انا طبعا معايرتهمش لان انا عارفة الخليط بتاعي عايز قد اي او يعني خلاص من كتر ما انا بقيت اعمل الحاجة فمش محتاجة مقادير لكن انا هكتبلك المقادير ان شاء الله في اول كومنت لا في صندوق الوصف باذن الله دوسي على العنوان اللي انت بتتفرج عليه هتلاقي كل المقادير مكتوبة باذن الله بعد ما حطيت كوبايتين من الدقيق هنزل بباكو من الكيك شيف وطبعا الدقيق مستحب طبعا اللي انت تنخليه كده عشان خاطر تدخلي ما بينه الهوى وتطلع معاك كيكة هشة وتعمها حي بعد كده علشان خاطر انا هعملها بقى بالكاكاو وهحط حوالي 3 معالق من الكاكاو معلقة كبيرة هرمية زي ما انت شايفها كده يعني بمعدل نص معلقة نص كوباية لو انا مش هعملها بالكاكاو يبقى هحط كوبايتين ونص من الدقيق برضو هنخلهم كده بالشكل دوت عشان لو في حاجم كالكاعة او في واحدة كده ولا كده تبدأ اللي هي اه ما تنزلش معايا وتبوز لكيكاية تقعت زي ما انت شفت كده كان في كتا حاجات كده اه اه او زي ما انت قلت ايو 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 هي دي المهم دلوقتي بعد ما خلصت هبدأ اللي انا اخلت بقى كل المكونات ديت كده كلها مع بعضيها وطبعا في الوقت دوت بقى كده المضرب بدأ اللي هو يتقل معايا في ايديا فهستبعد تماما المضرب وهجيب معلقة وابدأ اللي انا اقلب الخليط بتاعي كله في اتجاه واحد علشان خاطر برضو اه نحفز على الكوام بتاع الكيكا الكوام بتاعها كده حلوة اوي اه مش تقيلة اوي ومش خفيفة اوي لكن النتيجة بتاعتي هتطلع مظبوطة بالملي ان شاء الله هديها بس كده تقلبتين تلاتة وتبقى معايا زي العسل وزي الفل الحمد لله بص كده يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الصانية صانية مدورة صانية مربعة على حسب ما انت عايزة ممكن كمان لو انت هتعمليها في الميكرويف زي اللي انا هعمله كده النهاردة ممكن تحتيها في اي بولة بتدخل الميكرويف يعني مش شرط تحتيها في صانية ممكن كمان تحتيها في مجات مجات كده ازاز تكون بتدخل ميكرويف او مجات الشاي وتحط كل واحد لوحده وتطلع كده مج كيكا مش قادر اقولك عامل ازاي بس انا هحطها هنا في الصانية دي عشان حاطر ايه اه صغيرة وكمان كل هيبقى في صانية واحدة حطت كده نقطتين من الزيت وده هنتوم بالفرشة وبعد كده نزلت عليهم بحوالي رشة صغيرة من الكاكاو الكاكاو هنا بديل دقيق علشان انا عاملها بالشوكولاتة ولو حطيت دقيق هتبقى من تحت كده الارضية بتاعتها لونة وبيضة وانا مش عايزة كده يعني بتبطني الصانية بديل دقيق يبقى كاكاو نزلت بالخليط بتاعي وزي ما انت شايفا كده حاجة يعني ايه اللهم ما صلى على النبي عليها حاجة كده تستاهل بقك مش مش تقيلة قوي ومش خفيفة لكن الكاون بتاعها مزبوط بالمل والله العظيم لو مش بالورقة او القلم مش هتطلع مزبوطة زي كده خلاص كده الصانية بتاعتي خلصت معايا بدأت اللي انا اغبطها كده خبطتين عشان لو في فراغات او في اي حاجة تبدأ اللي هي تطلع والدنيا تبقى تمام عندي يلا بينا نشوف هنعمل ايه هتعد قدق في الفرن يا هيبة لو حطيتها في الفرن حطيها على درجة حرارة مية واربعين على الرف الوسطاني لمدة نص ساعة انا هنا بقى هدخلها الميكرويف لمدة خمس دقايق او ست دقايق بالزبط حطيتها بالشكل دوت الصانية الجرانيت بتدخل ميكرويف يهبق ايوة بتدخل ما تخفيش بس اهم حاجة تبقى حجمها كويس عشان تبدأ اللي هي تلف معيك هشغل كده معايا هقولك الوقت بالزبط عملتها على ست دقايق وعشرين ثانية انا عملت معايا ست دقايق ممكن في ميكرويف تاني يعمل معاها ست دقايق بس المهم اللي هي بتقعد اكتر من خمس دقايق وما بتعدش عليها الست دقايق يعني ما بتدخلش في الدقايق السبعة تعالي بقى معايا كده عبال ما هي تعيش حياتها يلا وينا نشوف انا اشتريت ايه وجبت ايه بصراحة وبيني وبينك كده انا بكنت شرحها مخصوصة عشان اشتري الحاجات ديه لكن حاجات محتاجاها وفي طريقي كان لازم اللي انا اجيبها ايه هي الحاجة هتشوفي معايا دلوقتي كل حاجة اول حاجة جبتها هو اسمه ايه اسمه ايه المسك او المسك المسك اللي هو بتاع بوبانة ده عايز اقولك اللي هو حكاية اول مرة اجربه بزبتة الشيئة لكن انا جربته بحاجات قبل كده كتير بصراحة حلوة جدا جبته المرة دي وقلت هجربه لان المسكات اللي عندي كلها فينش خالص مفيش غرد نوع واحد بس جبته بكام جبته بخمسة وعشرين جنيه لكن مش من العنوان اللي انا باورهه لك ده العنوان دوت عشان عارفة اللي هتسئل عليه العنوان دوت في اول ضرب سعادة الراجل اللي انا بشتري منه اللي سبونش بتاع المواعين وكمان السلك بتاع المواعين بيبيح حاجات كتير قوي بس هو في اول ضرب سعادة اول محل من عند البنك اللي سبونش بتاع المواعين زي ما قلت لكم اللي هو خالصان من عندي وانا اشتريت واحدة بس من كرفول لما روحت المرة اللي فاتت لكن اول ما نزلت المرة دي جبت الباكت اللي هو فيه اتنين مع بعض واللي اتنين مع بعض سعره مع عشرة جنيه حلوة وبتعد فترة طويلة وزي الفل بصراحة استعملت كزا واحدة لقيتها مش حلوة معايا كزا نوع تاني لكن النوع ده ممتاز جبت كمان الباكت بتاع السلك كله على بعضه لان هو ما بيبيعش قطاعي بيبيع جملة وهنا الباكت بتاع السلك ده كله اللي انت شايفها اللي على طرابست السفرة سعره عشرة جنيه اجيبه لا طبعا لازم اجيبه ماينفعش اصيبه ده انا بجيب الواحدة كده بس الواحدية لانا قطعتها دلوقتي سعرها تلاتة جنيه من عند بتاع المنظفات ففيها ايه لما جيب الباكت كله على بعضه فيه 12 واحدة بعشرة جنيه وهيقعد عندي فترة طويلة جدا بصوا بقى كتير منكم قلتولي يا هيبة لازم تجيبي حاجة تحطيها في المربع اللي في طرابست السفرة ده فبصراحة يعني ماينفعش اخلكم طلب وماينفعش انتو تقولولي على حاجة وانا ما عملهاش فاول ما روحت المكان هناك بصراحة ما كنتش راحة مخصوص بس قلت هاشتري كتير منكم قلتولي ورد مجفف او الكريستال ده فانا بصراحة الورد المجفف اتكتب لي كومنت قالتلي يا هيبة خلي بالك لو جبتي ورد مجفف انا جبته عندي وحطته في الترابيزة لكن بعد كده اكتشفت اللي هو مدود فبصراحة خفت او من الموضوع دوت لأ 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 بلاش فروحت جبت بقى ايه اللي هو الكريستال ده الكيس عامل 20 جنيه جبت كيسين وقلت كل منزل كده ابقى اجيب كيس دين وتعمدت لأنا اجيبهم لونين مختلفين عشان يدوني شكل حلو كنت بلعب هنا كبة يا جامعة فكرتني بأيام الكبة بتاعت زمان يعني مش راضية تيجي خالص معايا فاكرينها ولا اقولي الزمان يا رجعي الزمان منها بتقولي انت بتعملي ايبا ولا بلعب كبة بس مش راضية تيجي معايا مش عارفة ايه لعب فيها ولا لعب فيها ولا لعب في الزمن اللي اختلف ولا ايه فهي مش عارفة يعني ايه كبة اه خلاص كده كفاية ممكن كانت عمالة برضو تحاول معايا لكن يلا بقى خلاص كفاية لعب لحد كده لو انت بقى عارفة الكبة ديت وكنت بتلعب بيها وانت صغيرة كده مع اخواتك او مع رايبك او مع صحابك اكتب لي في الكومنتات ايوا يا هبة انا كنت بلعبها يعني انا عن نفسي كنت بلعبها لما كنت في ابتدائي لكن غير كده ما لعبتها هاشي بقى لي كتير جدا وكنت افتكر كده زمين لما كنا نيجي نلعبها كنا بنلعبها تقريبا برخام او بحجرة صغيرة مش فاكرة يلا اكتب لي تحت في الكومنتات لعبتيها تعرفيها اللعبة دي ولا لا المهمة فتحت الكسين وبعد كده حطتهم بالشكل دوت كده في الترابيزة تخيرت الازز كده ومنا بقى بصراحة ربنا يبارك لها هي اللي ايه فردتهم لي وطبعا مكة دي عما لا تنقش يعني ماينفعش للموضوع يخلص من غير ما مكة تحط التطش بتاعها هنا كده بقى حاولت اللي انا ألمعي الازاز الاطراف بتاعته علشان خاطر احس اللي هو برضو نظيف ويرفعته كده شوية ولمعت كمان الاطراف بتاعت الخشب مطرح الردة والاكل وكده بيبقى فيها فتفيت زغيرة مش فتفيت تجيب نملة هو مطرح بس الازاز طبعا اللي طالع في الازاز بتاع السفرة ده مش انا والله ادي منا علشان خاطر بس ملاقش كومنتاتي هبا انت طلعتي وشعرك والكلام ده لا ادي منا كده شكل الترابيزة بعد ما حطيت فيها اقولولي بقى رأيكم هل انا لما انزل اجيب الوان تانية ولا كفاية لونين دول وازود عليهم بنفس الالوين هستنى الكومنت بتاعك لان كنت اللي شجعتيني اجيب حاجة حطها في ترابيزة السفرة هنا خلاص كان الوقت بتاع الكيكا كان خلص معايا تعالي معايا كده نطلحها ونشوف النتيجة ونشوف هستوت ولا ايه بسم الله ما شاء الله ارتفعت جامد والارتفاع بتاعها مناسب جدا وما خدتش وقت كتير في الفرن يعني 6 دقايق دول حاجة كده مش قادر اقولك من الدقيقة التانية بدأت اللي انا اشم الريحة بتاعتها ريحتها حلوة جدا عملت لها الاختبار بتاع التسوية حطيت خلة كده عشان اشوفها من جوه ايه اخبارها لقيتها استوت والدنيا تمام وزي الفل بصي بقى انت لو لسه ما جبتش الميكرويف فانا بنصحك اللي انت تجيبيه تدخلي جامعية بقى تحوشي كده او كده فانت اعملي حسابك عليه زي ما شجعت ناس كتير قوي اللي هي تجيب بتديه فريزر انت كمان لازم تتشجعي والجيبيه لان هو بصراحة حلو جدا ويه كمان بينفعك في حاجات كتير مش بس تسخين الاكل لا في حاجات كتير او كيفية كده اللي انت ما بتسخنش اكله على النور ما بتعمليش حاجة والفترة اللي جاية هقولكم على شوية افكار حلوة جدا نعملها فيه زي ما عملنا الكيكا كده هنا كده الكيكا كانت خلصت لسه فيها شوية سوس بسوط جدا لكن ولادي عايزين فيها السوس دوت اللي هو سوس الشوكولاتة ده بيبقى طعمه حلو جدا اسمتها كده من النص وبعد كده اطعتها مكعبات بالشكل دوت هطلحها بقى في الطبق وهوري هالك دلوقتي الكوام بتاعها عامل ازاي وشكلها وارتفاعها وطعمها حكاية بصي بقى الارتفاع بتاعها حلو ازاي ومستوية وزاي العسل جربيها بقى لو انت ما عندي كيش جربيها في الفرن بتاع البتجازة تطلع معاك جميلة جنب كوباية شايبة مش قادرة اقول لك يا سلام حاجة كده وهمة بصراحة مكة بتقول لي عايزة دوق فطبعا قدتها الدوق يعني لأ هي طعمها حلو جدا وكمان السكر بتاعها كنت فاكرة اللي هيبقى عالي شوية من الكوباية وربع لأطلعت مزبوطة وزاي العسل كده خلاص الروتين بتاعي خلص النهاردة بحبكم في اللي احلى وقطي بخطف الدنيا دي كلها بخطف الدنيا